مش عيب أبداً إن أنا أكون في منصب قيادي وأبقى في منصب مهم وأبقى معنديش ملكة الإعلام فأحسن إن أنا إيه أبعد عنها بقى أنا راجل إيه أحط حد في الحيطة دي هو اللي يتكلم على لساني وأقدر برضه بلغه كل حاجة بهدوق وإحنا عاديين مع بعض وهو اللي يتكلم وأكبر أنا دايماً بقول أكبر مثل على الموقف اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ده هو الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهل الأسبق واحد من الأدرجية العظماء في تاريخ الرياضة المصرية وتاريخ الكرة المصرية هو الكابتن حسن حمدي خلي بقى لكم بقى كل القرارات الهمة كل القرارات الهمة اللي النادي الأهلي عرف إنه هو ياخد فيها خطوات للأمام وبقول معظم هذه القرارات بعد وفاة الكابتن صالح سليم الله أرحمه كانت قرارات وأفكار الكابتن حسن حمدي حتى في وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيساً للنادي خلي بقى لكم الكلام اللي أنا بقوله ده لكن كابتن حسن طول عمره زكي جداً عارف إنه هو الميديا مش الجين بتاعه الكلام في الإعلام مش ملكته مش حتة اللي بيعملوك وراجب بيعف يفكر كويس جداً يتكلم كويس جداً على الترابيزة لكن ما بيعرفش أو ما عندوش قوة خلي بالكو دي ملكة ملكة بتتولد بيها معه مع الخبرات وليها قصة معينة كده باكتش في الآخر يا تطلع يا صبت يا خابت يا تيجي معاك صح يا أما أنت دي مش الحتة دي مش بتاعتك فكان الكابتن حسن حمدي دايماً مقل بل نادراً إنه أنت تشوفه بيتكلم مع الميديا هو عارف إن دا مش ملعبه فيسيب الناس اللي دا ملعبها يتكلم يتكلموا باسم المجلس باسم الأي أن كان هو عايز يقول إيه بيانات لكن كانش يتكلم وساعات الناس بتستهون في حتة الميديا وحتة الألام حتة الألام تدخلك في مشكلة كبيرة جداً كلمة تقولها غلط رحت في حتة تانية خالص كل كلمة لازم تبقى تلعب تبقى تلعب بحساب بحكم المنصب طبعاً أنا لما قلت الكلام دا أنا قلت نقطتين ساعة ما اتحاد الكرة نجح قلت تلات نقاط تلات حاجات تلات حاجات دول لو كانوا تعاملوا أول لما المجلس نجح كان كل المشاكل اللي في اتحاد الكرة فيها دلوقتي ما كانتش هتبقى موجودة لو كان أول يوم تم تعيين متحدس رسمي وهنا لما بقول متحدس رسمي ومتحدس إعلامي للمجلس ما بقولش إن هو يكون حد من المجلس بقول راجل تكون دي حرفته شغلته صحف كبير صحف كبير عارف وراجل دارس إعلام ومشارك تكون دارس إعلام لكن عارف إنه هو إزاي يتعامل مع الإعلام لأن الصحفيين خلي بالكم الصحفيين ومقدمين البرامج والإعلاميين شغلته إنه وقعك في الغلط في وقت إنه لقيت هي دي شغلته إنه هو يطلع منك كلام يطلع منك الكلمة كلمة اللي طلع منك عنده بفلوس دي اللي بتزوده ودي اللي بتكبره في مكان عمله وبتاعه مش عيب دي شغلته شغلته إنه هو يطلع منك كلمة في وقت إنه ممكن مش أحسن وقت تتكلم فيه فالتعامل مع الصحفيين محتاج ذكاء كبير جدا في الأحاديث الصحفية والأحاديث الإعلامية وخاصة خاصة شغل اللايف يعني وقتها كان لازم أول حاجة تحصل أن يتم تعيين منتحدث إعلامي طبعا في 15 فبراير تم تعيين وليد العطار الأستاذ وليد العطار مدير التنفيذ الرئيس الاتحاد الكرة فيه تم تعيينه للحديث مع الآلام وأنه هو يبقى متحدث رسمي للآلام ولكن هو بقى بيتكلم وكل الناس التانية بتتكلم كل الناس التانية بتتكلم فده دخل مجلس إدارة التحاد الكرة في مشاكل كان ممكن هو يكون في غنى عنها كان ممكن هو يتعامل مع مواقف كتيرة بهدوء أكتر وبخروج بيانات والمتحدث الآلامي المحترف اللي اتفقنا عنه أنه هو يتكلم